في فصل الشتاء بكثر اهتمامنا في النباتات الداخلية وهي متعددة ومتنوعة وبتنتشر بعض الأصناف بشكل كبير وبميل البعض لاحتواء الصبر على سبيل المثال لأنه بيحتمل الجفاف وأيضا بعطي منظر وطاقة إيجابية وأنواع مختلفة كمان ممكن نحافظ عليها وتقدر تتحمل هاي الأجواء المختلفة اليوم نتعرف على أنواع وطرق العناية بهاي النباتات مع مختص بالأزهر جواد قنداح معنا من داخل الستوديو الله يصبحك بألف خير يسعد صباحك ويسعد صباح شاشة الفلسطينية هاي جيب شاشة محمد لله رب علمي يعني نحن نتحدث عن الناس تهتم أكثر في النباتات الداخلية ويمكن حتى من خلال السوق جواد بتلاحظوا هذا الأشي الناس بتميلوا شراء أنواع نباتات مختصة في هذا الفصل وداخل المنزل نعم صحيح هو على طول السنة يعني نحب تزرع في بيتها يعني زريعة حلوة كثير وزي هيك الأشكال هل هناك أنواع خاصة لداخل المنزل؟ وممكن تحكي لنا ماذا يمكن أن يكون هناك أنواع؟ طبعاً لديك تقريباً 30 أو 40 نوع من الزراعة في داخل المنازل والناس يعني مقبل عليها كثيراً بتشتريها طبعاً ليس للبيوت ويعني للشركات كمان والمؤسسات وحتى للهدايا يعني الناس صارت بدلاً تأخذ ضمة ورد يعني تأخذ زراعة؟ صارت تأخذ زراعة أساساً أن الزراعة تضل على طغول في داخل المنزل أو في داخل الشركة أو في داخل المكتب أنا شايفي كمان أنه في أزهار بمعنى أننا مرات بنميل أكتر لزراعة زي مثلا الزراعة بالوسط أنه بس ورقة أخر 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 بس كتير أجمل كمان يكون فيها ورد احكي لنا عن الأنواع الموجودة معنا طبعاً أنا هاي اسمها شجرة الأنثوريوم بتطلع اللون الورد الأحمر طبعاً مع الخضار شجرة كتير حلوة بتجنن طبعاً في منها كبير وفي منها صغير وأحجام أحجام أحجام طبعاً تطلع عليها الأول وأهلي بفكر أنه ممكن تكون ولاق اصطناعي صناعي طبيعية فزي ما تحكي أنه هاي بدها جو أو مناخ يعني خصوصي في داخل البيت إحنا طبعاً لما بدخل زبون علينا على المحل مش شرط أننا نبيعه ونحكيله مع السلامة ولكننا نحن نحكيله كيف في الطريقة التي يتعامل فيها مع هاي الزراعة لأن هاي الزراعة حساسة جداً زي الطفل الصغير لازم تتعامل معها طبعاً في ناس كتير بوخدوا لزريعة هاي فبعد تقريباً تلتة أو أربعة وشهر لازم ينكلوها على أشي تاني على كوارتان فانا بدا أنصح الناس يعني شو اللي يعملو حتى لا تنصحهم إنه عادةً؟ عبر شاشتكم يعني بدا أنصح الناس فهلا هاي الزراعة بوخدوها الناس بعد شهر أو شهرين بتكبر بدا أن ينكلوها على كوارتاني فشو بيعملو الناس؟ بفضوا الكوار هاد بحطوها في كوار تاني بجيبوا التربة الحمرة لباب البيت بحطوها على زريعة فبتبطل تنمو وتكبر فكتير ناس بيجو علينا مثلاً ما بيسألونا إنه ضلت زي ما هي ليش بتكبرش؟ هلا أنا بنصح الناس إنه طبعاً هاي الزراعة فيها إلها تربة خصوصي في السوق يعني ما نسمد على التربة الموجودة بالحضائق؟ هاي اللي بالحضائق على طول أنت لما تحطي الطراب على الشروش هاي الشروش بتبطل تنمو لأنه الطراب هاي ضدكيل جداً أو إنه إذا ناس يعني بدهاش تشتري مثلاً الطراب تخلط رمل الرمل العادي مع الطراب عساس إنه الطربة الحمرة تصير خفيفة عشان تنمو الشجرة لأنه الطراب لحاله الأحمر ما بتنمو الشجرة بيكون فيه ضغط على الشروش تاعتم طب جواد بالتحديل في هاي المرحلة كتير مرات منفقد الزريعة عملياً ممكن بس نغير من قوار لقوار تموت الزريعة نفسها وما تقدر تتحمل إيش بيكون السبب؟ هلأ بيكون السبب إنه فينا سيتيجي متلاً تشرو كوار زريعة هلأ كوار زريعة لازم يكون فيه تنفس من تحت لأنه بصير على الضغط في المية فلازم تكون مفتوحة بس من تحت؟ لازم تكون مفتوحة فيه ناس كتير بيشتروا مثلاً الكوار أو بيشتروا مثلاً سيراميك إشي حلو محترم بيحطوها بس ولكن إذا بيكونش مفتوحة من نازل على طول الشروش بتخمج من المية بدها تتنفس يعني؟ بدها تتنفس مية في المية عشان هيك بتموت هلأ هاي الزريعة طبعاً بدها مكان فضاء ما تجيش عليها الشمس دايريك بدها مكان فضاء بالنسبة لموضوع الإسكية طبعاً في الصيف يوم بعد يوم مرة وبالشتوية كل خمسة عشر يوم مرة هناك الكثير من يأخذون الزريعة بيحكونا والله الورق صار مثلاً محروك طب كيف دون نحرك الورق مثلاً؟ أو بنشاف بصير لونه أصفر مرات بنلاقي خاصة أول الشتاة بنلاحظ أن الوراق كلها بتصير صفرة هلأ فيش بيت إلا فيه مثلاً علبة سبري زي هاي عشان يلمون الزريعة علبة سبري هاي إذا انت بتي ترشي دايريك على الورق يعني بعد أسبوع زمان بيبين أنه الورق صار أم محروك أو بني هذا السبري بننبعد يعني تقريباً أربعين خمسين سنتي والرش على الزريعة من بعيد على أساس أنه بتصير تلمع وما بيأثر عليها ما بيأثر يعني عاملين دائماً لدينا فكرة أنه أي مواد كيموية مندخلها على النباتات ممكن تأثر بشكل سلبي هلأ هي هاي السبري هاد خصوصي للزريعة حتى لو في مواد كيموية بس خصوصي للزريعة بحافظ عليها بس إذا انت بدي تيجي دايريك ترشي على الورقة بحركها لازم يكون من بعيد يعني أربعين سنتي وترش عليها هلأ خلينا ننجي لموضوع الصبار موضوع الصبار ناس كتير بتيحكي حنا بنا أخذ الصبار ما بعيش خاصة إنه يعني كمان شكله حلو فيه ألوان وأشكال صارت متشرة بشكل حلو هلأ موضوع الصبار هاي الصبار طبعاً بده كل شهر تسكيها مية بس كيف تسكيها بلتتعاملك معها كيف تسكيها مية يعني فيه ناس تيجي بتدير المية عليها بيجي على الصبر هلأ إذا إجي على الصبر المية دايرت بيخرب بنشاف مش بنشافه بس بيخرب على طول بصير طلع إشي زي المادة وبيخرب هلأ هذا موضوع الصبر بديك تيجي انت على الاطراف بالزبط تسكي شوية صغيرة شوية صغيرة شوية صغيرة بدون ما يطب في الصبر يعني كل ثلاثين يوم تسكيها مرة مرة واحدة طيب يعني كل الصبر دايماً بنلاقي الوجه تاعه بنباع بالمحلات بنحط عليه هذا النوع من الاحجار فيعني نوع التربة اللي بتستخدموها للصبر وكمان بيكبروا يعني إحنا ممكن نشتريهم بهاي الطريقة بس عمليين بعد فترة ممكن يكبر حجمها على طول بكبر اه طبعاً اللي بحفظ عليها طبعاً على طول بتكبر وحلوة يعني وفيها طبعاً سناد نفس الطربة فيها سناد مقوّلة لزريعة وبحافظ عليها هلأ موضوع الصبر بس موضوع الصبر اللي بيخرب الصبر هو المية إذا أجت مية على الصبر على طول بيخرب ضايرك وممكن ننقلها بشكل طبيعي لأي قوار تاني ونفصلهم عن بعض مية في المية عادي طب البنبو كمان معروف كتير والبنبو يعني كمان ناس تهدي بشكل كتير كبير ممكن تحملها عشان نشوفها بشكل هلأ هاي البنبو طبعاً شجرة اسمها شجرة اللاكي بنبو اللي هي بيحكولها وردة الحظ صح بيوخدوها الناس كتير اللي هي وردة الحظ هلأ هاي الشات اللي بتعيش على المية فقط لغير ما بدها إشي لها طراب ولا إشي بس بتعيش يعني شجرة مائية هلأ المحطوط منظر يعني عمرين بساعدها شفر هلأ الهجار هاي المحطوط بس منظر يعني عشان مش إشي يعني بس عشان المنظر هلأ هاي طبعاً بنحط الها مية وهي كزازة شفاف كل ما تنقص المية بس بنزيد عليها مية هلأ ممكن يكون يعني في المستقبل إنه متلاً وركة زي هاي ستصير صفرة راح تخرب اللي حواليها بنيجي في المقص ونقصها عادية تطلع بدالها وكتير الناس بيسألونا يعني إنه هاي وركة صارت صفرة شو نعمل بس بنا نقصها بس بنا نقصها عشان يطلع بدالها لأنها بتخرب اللي حواليها فقط لا غير ولهذا البنبو ما بدهش عناية كثيرة وكمان بكبر هو يعني بعد فترة ممكن لقيها كبرت وصحة مية في مية بكبر في طول ثلاثة متر أربعة متر منها صح 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 شجرة حلوة بتجنن وبتعيش على الماي وبدهش عناية كثير وكتير الناس بهدوها لأنه فعلاً هي شجرة الحظ زي ما انت قلت أنا أسألك عن الحرارة كيف بتأثر إنت ذكرت إنه في أنواع من النباتات اللازم نحطها قريبة من الشمس نحن في فصل الشتاء مش دايماً بنضمن إنه الشمس موجودة وكمان الحرارة بتكون في داخل المنزل من التدفئة ومن الصوبة وكل بيت بختلف عن التاني كيف نتعامل بهاي الأجواء مع النباتات؟ هلأ هاي اللي زرية أنا حكيت لك في البداية ما بدهش شمس دايركت عليها بدها مكان فضع بدون شمس هلأ في الشتوية يعني وفي البرد هذا الكارس يعني بده إنه شوية الدفع مش إنه الدفع دايركت كثير عليها والدفع أصلاً بموتها بس شوية الدفع وهذا هو زي ما بنقول دايماً يعني متعامل فيها زي كانها حدا من أفراط العيلة بدنا ندف فيها زي ما من الدفع لزريعة والورود نفس الطفل الصغير بيكتعامليها حساسة جداً جداً حتى أحكي لك يعني هاي شارت في الوردة هاي إذا بتدخل على المحل وتعمل هيك فيها بده أشوفها منيح هلأ بعد ثلاث أيام تعالي هون مطرح أصبعك بصير أسودة ليش إيش ممكن يعني بحكي لك شجرة حساسة جداً تيجي تمسكيها بصير سودة لأنه ممنوع الورد من هون ينمسك وممنوع تمسكي يعني بقوة بمية في المية هلأ الموضوع الثاني اللي الناس بتتساءل فيه طب ليش لزريعة تخرب أمرار يعني بتكون شكلة ما شاء الله عنها وبتخرب مرة واحدة بجوز إنه تدخل يا ما أدخل أنا على بيت عكي له والله شجرة الورد اللي عندك حلوة بتجنن ممكن أخذ منها هلأ إذا أنت طلتي منها على طول برضو تخرب كل الإنماع هيك في كتير من الناس اللي تعتمد على أنه بنقيم شطلة منها إذا كان جذورها طالعة جديد بنقيم شطلة جديدة منها على طول بتخرب للزريعة اللي داخل البيوت على طول لأن هاي كلها يعني مش شطلات مثمرية والله شطلات يعني يعني نزم تحكي حساسة جداً تنحط في البيوت على أساس منظر مش على أساس إنه إحنا نطول منها ونزرع ونزرع هذا النوع ممكن بزبط أكتر بالحديقة في البيوت الحضائق الكبار الأرض يعني ممكن تطلع غيرها ممكن مية في المية هلأ في الحضائق إشي وفي داخل البيوت إشي طيب يعني هيك بتخيل أن نصائح كانت مهمة وهذا كمان دعوة مننا للناس إنه قدش مهم وقدش بيأثر حتى على نفسيتهم إذا كان في ورود في البيوت تقدروا تحافظوا عليهم وتمتلكوهم في كتير من الأنواع يعني ذكر جواد أنه فيه 30 أو 40 نوع ممكن نحطهم داخل البيت في مثل هذه الأجواء نصيحة منك جواد للناس كيف يهتموا كمان بنباتاتهم وإش آخر إشي بتقولهم يعني أنا أنا بنصح الناس لما بدخل على محل إنهم يحكوا له إنه كيف إحنا ننسكل زريعة أو كيف نهتم فيها أو وين نحطه شو المكان المناسب إليها أولاً وطبعاً هو لازم صاحب المحل يشرحينهم قبل ما يشتروا له زريعة يعني يحكي لهم إننا هاي بدها مية هاي بدها شمية هاي فيه بدها الشمس هاي هم يسألوا كمان عنها هم يسألوا جداً هلا إحنا أنا لما أجي أبيع واحدة مثلاً أو واحد على طول بشرح له عنها يعني إنه هيك 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 يعطيك ألف عافية شبراً كثير إليك على وجودك معنا كمان على كل هاي النصائح وكمان يعني زيين لنا جواد الستوديو كمان في هاي ورودة الجميلة إذن بيك إحنا كمان بنكون وصلنا لختم حلقتنا لهذا اليوم بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كان عنا فقرات متنوعة نشكر أكيد كل ضيوفنا لأغنوا أسمروا لقاءاتنا لهذا اليوم لقاءنا أكيد بتجدد بكرة الساعة 9 مني ومن طاقم العمل أجمل تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر